لما بتستعرض بعض المشاهد المخزية في التعامل مع أزمة كورونا في الدولة سهل قوي أن أنت تنفي الموضوع أو تبرره بأن دي حالات فردية وأن أنتوا بتضعوا عنيكم على المشاهد المسيئة أو المشاهد السلبية في المشهد ومش شايفين الصورة الكاملة لكن لما تشوف الأرقام وتلاقي أن حوالي 30% أو يمكن أكتر من حالات الوفيات في هذه الأزمة بتكون بسبب أنهم ما وصلوش أصلاً للمستشفى أو ما تمش التعامل معاهم بالشكل الصحيح يبقى أنت مش قدام حالات فردية أنت أمام جاهل متعمد المشهد مش بعيد عن لقطة تانية للأسف أشد قسوة هي وفاة أول صحفي بمرض كورونا وهو الصحفي السابق بجريدة الخميس محمود رياض اللي فضل يشتغل فيها لحد إغلاقها سنة 2018 محمود رياض بيوثق مأساته الله يرحمه مع الإهمال الصحي لحالته المرضية رغم ظهور الأعراض عليه وشوف رد فعل وزارة الصحة لما اتصل بيهم على الرقم المخصص بعد ظهور الأعراض عليه خلينا نشوف آخر بست كتبوا محمود قبل وفاته رحمه الله قال محمود الناس اللي بتسأل عن صحتي فيروس كورونا تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوم خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105 قالوا له إيه بقى؟ كلام فارغ إنك مؤثر في صحتك هذا ويحسب لمجلس النقابة عدم تركه لي ومعه مجلس الرابطة فكان القرار الذهاب إلى الحميات ليتواصل العذاب والمرض يوم للتحايل لعمل مسح يقوله خلص تخلى الجميع حتى تم المسح 48 ساعة لتظهر النتيجة مع إنه ربع ساعة في العالم ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد ثلاث تيام وانتظر النتيجة من المعامل 48 ساعة لو طلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة ده سبع تيام أليسوا كافيين لموت أي شخص مثل ما حدث مع الكثير أنا منذ 14 يوم متعذب دعوتكم وما حدش يسكت على نفسه ولله الأمر من قبل ومن بعد وإلى الآن مفيش خطوات جدة ده كلام صحفي يعني حتى مواطن عنده درجة من الوعي عنده درجة من القدرة على التعامل مع مرضه هو فاهم إيه اللي بيحصل وخد الإجراءات وتواصل مع وزارة الصحة في الأرقام الرسمية المعلنة يقولوا له لا لا أنت ده كلام يا رجل أنت مش واخد بالك من نفسك خلي بالك كده من صحتك أنا مش فهم ده إيه يعني أنت بتكلم جهة مسؤولة بتقول لهم أنا عندي أعراض كورونا يقول لك خلي بالك من نفسك هل هي دي الطريقة في التعامل مع المرضى هل هي دي طريقة استقبال المرضى ده الرقم الرسمي أنا مش بكلم جوز خال تشكيله ده أنت الجهة المطلوبة المفروض تقول لي أعمل إيه أتصرف إزاي ربنا يرحمه عزقنا لأسرته وتمنياتنا ليهم بالشفاء الكامل البوست ده طبعا لم تجرؤ القنوات المؤيدة للسيسي أنها تتكلم عنه أو تزيعه ولما حاولت قناة إكسترا نيوز المزيعة إيمان الحصري تجنبت عرضه على الشاشة صفحيته على الفيسبوك بتعبر عن يعني أن حالته الصحية سيئة يا أحبابي وأصحابي محدش يتصل أنا مش قادر أرد على كل اللي بيعزيني وياد يقبل كل اللي بيعزيني طبعا فيه بوست تاني يا جماعة فين البوست التاني اللي كان بيتكلم على فكرة إن هو أصيب أو إن هو كان بيطلب إن هو يعمل مجموعة من التحليل لكن واضح إنه الدنيا معاه ما كانتش يعني كويسة في الفترة الأخيرة خالص التعزيم طبعا دي قناة دي أم سي مش إكسترا نيوز أنا قلت إكسترا نيوز آسف بس طبعا زي ما حضراتكم شفتوا حتى المعدين بتوعها ما قدروش يعرضوا البوست اللي احنا عرضنا لحضراتكم للأسف لم يجرؤوا على إذاعته هذا الإهمال أثر غضب مكتوم داخل الجماعة الصحفية واللي نعى كتير منهم وفاة زميل المهنة لكن المأساة اللي سبقت الوفاة دفعت الصحفي حسام السويفي للتقدم صباح يوم الثلاث ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما وصفه بواقعة الإهمال الطبي اللي تسببت في وفاة الزميل الراحل ودي كانت صورة البلاغ زي ما عرضنا لحضراتكم في المقابل اكتفت نقابة الصحفيين بالحد الأدنى في دورها واقتصرت على تقديم النعي ومساعدة مالية لأسرته وتجهلت الإهمال اللي تسبب في وفاته والله أعلم هيتسبب في وفاة مين تاني من أرواح المصريين